قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل وقالت حفصة بن بسيرين تعودوا الخير فإن الخير عادة صناعة العادة شيء أصيل قوي في حياة المؤمن إن هو بيصنع العادات الإيجابية وبينفي عن نفسه العادات السلبية معلش بس هو مصطلح العادة عمتا هو الشيء الذي يمارس بتكرار تمام في بعض الناس بتيجي تقول لهم العبادات بقت عادات بيقول لك كده ده نقص صح لو ننزع منها الاحتساب لكن أن يصير الاحتساب عادة أن يصير النوافل عادة أن تصير الواجبات شيء في حياتك لا ينزع منه مع الاحتساب ومع تجديد الإيمان ومع تجديد النواية ومع استحضار الفضائل ده في حد ذاته إيه؟ هو الخير العادة هيدا معنى الإدمان بدل ما يدمن الشر هيود من الخير بدل ما هيبقى شغفه في المعاصي أو حتى بس في المباحث هيبقى إيه؟ شغفه العبادة وجعلت قرة عين في الصلاة العبادة اللي العادة يا مؤمن بتشؤ طريق داخل المخ بتشؤ طريق وصلات عصبية داخل المخ إيه اللي بيحصل؟ كل ما تعمل الفعل ده وتحرز لذة أو مكافأة أو سرور أو إحساس بالإنجاز من خلال هذا الفعل ده حاجة اسمها الإقتران الشرطي في علم النفس حاجة اسمها التعزيز بيعزز السلوك ده يعني سلوك يعزز يعني يدعم ويرسخ فتبدأ صناعة العادة كل ما أعمل العمل ده أجد حلاوة أجد لذة أجد بركة أجد فتحا أجد نورا أجد رحمة فيبدأ الأمر ده ايه؟ يترسخ عندي ده سبيل السعادة يصبح بالنسبة لي ترك العمل ده أزمة ترك العمل ده تأديب ضمير ترك العمل ده نوع من أنواع الخيانة نوع من أنواع الزمد نوع من أنواع يعني زمد بيحتاج إلى إنابة وإلى توبة ممكن يصل لمرحلة لما يترك النوافل يترك ويرده يتوب ليه بقى؟ لأن الموضوع ده بقى عنده إدمان بقى عنده اعتياد بقى عنده راصخ فيه مدعم جداً بيورثه لذة ويقين وراحة وروحاً عشان كده أرحنة بها يا بلالي فالمؤمن بيصنع يعني الشرع بيعلمه يصنع عاداته الإيجابية من خلال العبادات عشان كده أنا قلت لك العبادات هي أثر في الأخلاق والمعاملات ولا هي أثر في العادات اللي أنت أي عادة عايز تعتدها تستطيع من خلال إيه؟ من خلال الصبر ندخل بقى في العادات العادية جداً إنه الاستيقاظ مبكرة الذهاب للرياضة عدم شرب المياه غازية المشي بعد الشغل المشي قبل الشغل القراءة عشرين صفحة يومياً إيه ده؟ عنده قابلية إنه هو يدخل في حياته عادات إيجابية ليه؟ أصل عنده المفتاح أدوامه هو إنقل فاكر أما تكلمنا عن مشاريع الصفير بيبدأ يجزأ السلوك الكبير اللي عايزه عايز مثلاً يتعود على القراءة ويقول لك حب القراءة أنا عايزك تتعود القراءة هتعمل إيه يعني؟ هتقرأ كل يوم نص ساعة النص ساعة دولا هيزيدوا ساعة لربع ساعة ساعة وربع ساعة ونص ساعتين لربع ساعتين ثلاث ساعات لغاية بيوصلوا 6 ساعات بس بالتدرك بقسم السلوك لأجزاء صغيرة وببدأ أثبت عليها ومع كل جزء صغير بعمل مكافأة فيرتبط زهنياً فعل السلوك مع المكافأة وده الإنسان مفتور على كده لا يترك شيئاً محبوباً إلا لشيء أحب لا يترك معصية بشهوة إلا لطاعة تورث لذة تكون أحب وأطهر وأنقى في قلب تصعيد السواب والعقاب ده شيء طبيعي عشان بس فيه ناس بتقولك أنت ليه تتربوا أولادكو على السواب والعقاب المفروض من ذاته يعرف القيم لا أنا لازم أربط القيمة بسواب والعقاب إن كان في جنة ونار إن كان ربنا ربط عندنا الحرام والحلال بجنة ونار إلا ده تقليل على إيه إن ده احتياج بشري يجيب اللي بشرية إنه بفيه سواب يعزز يعزز الخير جواك ويبقى فيه عقاب يحسن مادة الشر جواك ودي دقطة مهمة يعني يكونك إن إنت بتخاف من الجنة بتخاف من النار وبترجو الجنة ده مش نقص لا بفطرة والدين جاء بها آه هو إنت بتترقى بعد كده من إنت مجرد خايف من النار إلا إنت خايف من الحجب عن الله ودي على الفكرة من عذبات النار إلا إنت مش عايز بس الجنة إلا إنت عايز تنظر إلى وجه الله على الفكرة إلا إنت مش هتنظر إلى وجه الله إلا ما تدخل الجنة فأخذ بالك فلا فيش تعارض عشان بس بعض المتصوفة بعض الناس اللي عندهم خلط بيعملوا بيصطنعوا تعارض بين مسألة الساب والعقاب والخوف والرجاء ومسألة الحب لا الحب مقتضي لخوف والرجاء أنا ما حب ربنا أرجو قربه ولا قربه له إلا في الجنة وأما أحب ربنا هخاف بعده ولا بعد عن الله إلا في النار يبقى طبيعي يحبجه الجنة أخاف النار فنرجع لكلامنا تاني في مسألة العادة بقى ده عندك مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من واضب على صلاة الجماعة أربعين يوما ونواضب أربعين يوما في صلاة الجماعة على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتين براءت من النار وبراءت من النفاق إيه ده يقول لك الاربعين يوم دولا وش معنا الاربعين المفتو الحياتو ما هو الاربعين دولي حيصنعوا منه عادة عارف يعني إيه ميتين صلاة أربعين يوم متصلة أنت بتزبط كل مواعيدك وكل الميتينجز وكل المكالمات اللي أنت ما تفوتش تكبيرة الإحرام أنت كمية حياتك بتتغير أنت كمية مخك بتتغير الإحساس بالإنجاز مرتبط بتكبيرة الإحرام بقى الإحساس بالإنجاز مرتبط بالمواصبة على الصلاة الالتزام في الصلاة زي بالضبط الالتزام بالإيه الالتزام بالإيه بالإمضة في الدفتر والبصمة في الشغل اللي هي مرتبطة بالحافز الحافز بتنزل كاملة المرتب ما بيتخصمش منه سباب وإعقاب تعزيز على الفكرة ده تعزيز وانتفاق تعزيز للسلوك الإيجابي وانتفاق للسلوك السلبي في عدم الالتزام نفس الكلام بيحصل في الاربعين يوم في تكبيرة الإحرام فبتصنع العادة العبادات بتخليك قوي القلب صاحب إرادة صاحب عزيمة أي عادة تحطها هدف تصنعها من خلال المواظبة والديمومة والصبر على الديمومة فأشياء صغيرة تتحول بعد ذلك أشياء كبيرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبه الأعمال إلا الله أدومه وإنقاله وكان إذا عمل عملا أثبته عشان كده مؤمن المعنى بتاع العادة واللي قبليه بتاع المعاملة واللي قبليه بتاع العبادة واللي قبليه بتاع الصبر بيدخلنا في معنى كبير قوي معنى السباب نروح ديحط الغرع العادة مد أفر فإنه بتاع يبدأ تبقى حياته آه أنا معاك إنه ممكن يقع بس الوقعات مش عنيفة يهدوبك كده ويطلع فيه فالأفرج بتاعي في المجمل شخص ملكزم شخص مستقيم السباب بقى ده هنلمعه شوية ونتكلم عليه ونمرشه شوية كده مع بعض إن شاء الله مرى القادة شكرا